اهلا وسهلا بحضراتكو الحلقة دي هنتكلم فيها على الجنراليزابيليتي ودي حلقة تالية على طول لحلقة الربليكابيليتي طيب يعني ايه جنراليزابيليتي تعالوا نشوف ونراجع الفكرة دي مع بعض الكنسبت انا بيقول جنراليزابيليتي ريفيرز دو دسكوب اوب ابليكابيليتي او درسيرش فايندنج ان وان ارجنزيشنل ساتنج والارجنزيشنل ساتنج دي اللي هي النان المنسيان اللي هي سياق معين مش مقصود بها شركة الان المنسيان لظروف تانية متعددة من سلوات الصدر المتفقات 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 التي تقوم باستخدام التفاعل اللي هو الأولاني فاكرينه من الحلقة اللي فاتت The more useful the research to the users For instance مثاله If a researcher findings that participation in decision making the variable Enhances organizational commitment Are found to be true In a variety Variety تنوع تعدد اختلاف هنا Of manufacturing industrial and service organizations And not merely in the particular organization وليس فقط Not only in the Not merely in the particular Nine elements مش organization بس مش في الشركة بس في الكنتكست الأولاني Studied by the researcher mean فاكرينه By the first researcher يعني الأوتكمز دي ما بقتش فقط مناسبة وقابلة للتطبيق مع researcher الأولاني في الظروف اللي درس فيها Research بتاعه Then The generalizability of the findings to other organizational or nine elements Other organizational settings is enhanced The more طبعا The more generalizable the research كل ما research دي قابل للتعميم Generalizability أقرب لكلمة التعميم The greater its usefulness and value However Not many طبعا Research findings can be generalized To all other settings situations or organizations تعالوا نفهم الكلام ده تاني ونراجعوا بالجراف بتاعنا نحن نكون عندنا Objectivity فاكرينها Linked components سواء كان للميجر Research components أو للسب components لجواها وكان عندنا Replicability Similar problem The same research design New data collection New analysis لو طلع The same find search يبقى هنا اتحققت حالة Replicability وبياخد الكريدت بتاعه Researcher الاولاني أو Researcher الاو وما للجنراليزابيلتي آدي الجنراليزابيلتي بتقول ايه تعالوا نقراها تاني بتقول انه Problem definition التلات بدايلة اللي عندنا ايه Exact match تاني Exact match هنا Problem معناه نرجع ناخد الconclusion الاولاني ونستخدمه Similar الحالة التانية يبقى Replicable وكمل طيب وما للحالة التالتة بتاعت الجنراليزابيلتي هتبقى ايه هتبقى Exact لا هتبقى Similar لا وما لها تبقى Different يعني Different يعني Different يعني كأنه ظروف تانية صناعة تانية شركة تانية في بلد تانية لعمل اخرين لموظفين اخرين اما الايه اللي متشابه انك بتدرس نفس الفينومن اللي هي Productivity او Commitment او Satisfaction او whatever اذا فينومن انما هنا بقت Different context في سياق اخر في مكونات اخرى بتتحرك فيها الفينومن دي وتتأثر بVariables اخرى تتشابه او تتقطع مع الاخرى السابق بس بقت Different context خلي بالك Different هنا الكنتكست السياق اللي هما ال9 elements اللي هي organizational type organizational level management functions internal environment external environment time geographical location industry وهكذا طيب راح الResearcher ده اللي هو رقم 2 ارى Literature لها similar طيب هو نفسه الResearcher ده قرر يستخدم the same design هو اللي قرر طيب لو كان الResearcher التالت ده استخدم design جديد بقى رسيرش عادي جديد ثالت وما فيش فيه اي مشكلة مفيش فيه لا replicability ولا generalizability بس هو الResearcher التاني او التالت او الرابع او التلات تلاف قرر عن وعي وادراك يستخدم الديزاين اللي قبله اللي هو كان عند الResearcher الاصلي هنا انما طبعا هيجمع data لعلاقة بي الكنتكست بتاعه ده عشان تضيق لمبدأ الobjectivity والData دي هي اللي عمل لها analysis لو كان ده ماشي في السياق ده وطلع بالاخضر ده ريسيرش جديد لا غبار عليه فيش عنده اي مشاكل فيش اي اتهام ليه بانه مقصر في شيء انما الغريب ولا عجيب انه يطلع لنا هنا same ده اللي تميز ده اللي added دي القيمة المضافة اللي عملها الرسيرش الجديد طب هل ممكن نيجي نشوف الرسيرش اللي فوق ده الكونكلوجن اللي فوق يا اما similar فبنقوله الحالة التانية دي بتقول كمل وشوف هتستخدم نفس الديزاين ولا لا لو استخدم نفس الديزاين مع similar environment وطلع عندنا the same outcome بنقول الله ده كده حالة replicability والكريد يروح للرسيرش الاولاني هو اللي عنده replicability مش التاني ولا التالي طيب هنا بقى الرسيرش اللي بدرسه مختلف تماما كتير مختلف بالنسبة كبيرة في اغلب ال9 elements ولكن هو لسه شايف ان الديزاين ده يناسب استخدامه عنده زي ايه بقى زي ما بتستخدم model زي ما بتستخدم theory زي ما بتستخدم constructs او concepts وتدمجها مع بعضها في الديزاين اللي عندك ده اكتر من كده كمان ده في حد قبلك جاب الموديل وتفحصها وتقسها لو طلع different خلاص انت عملت research جديد انما رقم 3000 ولا 4000 ده وتقفر العدد التالي ايه لو طلع ماذا سيم بنقول لا دي حالة generalizability هل يا ترى بقى replicability والgeneralizability اللي هم الحلقة اللي فاتت والحلقة دي يعتبر whole mark ولا characteristic ده سؤال عايزكوا تفكروا فيه والنقشوا في الحلقات الاخيرة احنا كده وحلقة تتكلم على مفهوم وممكن احاول ادمجهم لكم في حلقة واحدة عشان اساهل علي شكرا جزيلا لحضركم لتوقف الحلقة القادمة